اشتركوا في القناة ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أهلا وسهلا بكم أخوان الكرام وأخوات الكريمات في هذا البرنامج الجديد برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى هذا البرنامج الجديد هو شرح لأحاديث صحيح مسلم وبالأخص مختصر صحيح مسلم عليه رحمة الله تعالى وبعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى بشرح كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ففي هذا البرنامج اليوم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى شرح أحاديث صحيح الإمام مسلم النيسابوري ولا يخفى عليكم أخواني الكرام و أخواتي الكريمات ما لهذه ما لهذا الكتاب من مكانه و هو صحيح الإمام مسلم و كذلك صحيح الإمام البخاري حتى قال الإمام النووي و الإمام بن تيمية أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى أخواني الكرام أخواتي الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردفا نبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد لأن يعبدوه لأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخوات الكريمات عندنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث وهو حديث معاذ بن جبل العظيم هذا الحديث الذي يبين فيه أهمية كلمة التوحيد ولا نزال معكم في شرح كتاب الإيمان حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ورضاه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير والردف يعني حتى في اللهجة الكوتية نسميها فلان ردفني أو أنا رادف فلان مثلا على الدراجة مثلا أو على الحصان أو على كذا هذه نستخدمها دائما نحن في اللهجة الكويتية وهي كلمة عربية جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى أن معاذ بن جبل كان يجلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال أي معاذ قلت الله ورسوله أعلم قال فإن الله فإن حق الله على العباد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هنا قال معاد بن جبل قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا إذن كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردف يردف وهو من الرديف أي أن معاد بن جبل رضي الله عنه ورضاه كان خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تواضع أيضا الصحابة رضوان الله عليهم ويقول يا معاد قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابة الجليل يا معاد هذه الياء تسمى ياء النداء وجاء في رواية أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه النداء يقول له يا معاد بن جبل يقول معاد قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاد بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك وفي هذا لا شك أخواني الكرام أخوات الكريمات نجد حسن تعليم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم فهذا من تشويق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما يقول حين نداه ثم سكت قليلا ثم نداه ثم أخبره وهذا من تشويق المعلم لتلاميذه من تشويق المعلم لطلابه وهكذا ينبغي أن يكون المعلم يكون عنده يكون عنده الأسلوب اللطيف الأسلوب الجميل الأسلوب المشوق لتلاميذه ولطلابه الذين يدرسهم ولا شك أن هذا الأسلوب يستدعي انتباه المتعلم من هؤلاء الطلاب وهؤلاء التلاميذ لذلك الآن نجد كثير من المعلمين يعني بعض المعلمين الذين يشتهرون من بين كثير من المعلمين لديهم أسلوب جميل في جذب هؤلاء الطلاب وهؤلاء التلاميذ من خلال ما عندهم من أساليب التشويق ومن خلال أساليب التطوير في كلامهم وتدريسهم لهؤلاء الطلاب وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل عندما قال له يعني حق الله على العباد وغير ذلك كما في الحوار الذي دار بينه وبين معاذ من جبل قال له لا تبشرهم فيتكلوا أي لا تبشرهم فيعتمدوا على ذلك إذا أخبرتهم فبعد ذلك أخبر معاذ من جبل الناس تأثما يعني حتى لا يكتم هذا العلم وسنبين بعد قليل لماذا بين وبشر معاد بن جبل الناس بهذا الحديث وبهذه الرواية ويقول الإمام محمد من عبدالوهاب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وقد وضع هذا الحديث في أول كتابة قال وقال أهل العلم وذلك الاجتماع هذا الحديث بوضوح على بيان حق الله عز وجل على عباده وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا الحق الذي بيّنه الصادق المصدوق أخواني الكرام صلوات الله وسلامه عليه يجتمل على النفي ويجتمل على الإثبات الذي اجتملت عليه كلمة لا إله إلا الله أول النبي صلى الله عليه وسلم تعبدوه أو يعبدوه هذا إثبات تثبت عبادة الله عز وجل له وحده ولا يشرك به شيئا أو ولا يشرك به شيئا نفي تنفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي من أجله بعثت الرسل وأرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل عليهم السلام فإذن أرسل الله عز وجل الرسل حتى يعبدو الله عز وجل وحده أرسلهم بكلمة التوحيد بشهادة اللا إله إلا الله عز وجل وكما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فاعبدوا الله هو إثبات بمعنى أي إلا الله وقوله واجتنبوا الطاغوت نفي بمعنى لا إله فهنا تحصل يعني النفي والإثبات أخواتي الكرام في هذا الحديث دليل على أهمية كلمة التوحيد وأنها تدخل المسلم الجنة وكذلك استعمال السؤال في التعليم لا شك أنه من فقه الداعية المعلم كذلك بيان كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كذلك التوحيد هو أول حق على العبيد كذلك عندما قال معاد بن جبل أنه بشر أو أخبر الناس بهذه البشارة حتى لا يتأثم وحتى يبلغ العلم وقيل أن هذا الشيء كان في أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من أن يقول هذه البشارة للناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوحيده وطاعته وعبادته وأن يبعدنا عن الشرك وعن الذنوب وعن المعاصي وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر